السلام عليكم وياكم هايتم اليوم سوف نتحدث عن السيارة ماذا ستعمل؟ من السويتش الحد الجير من الجير للتاير هذا جزء ثاني سوف نتحدث عن محرك الأشواط الأربعة بتفاصيل أكثر خليكم ويانا بالبداية من نتخل السويتش بالسيارة يصير به طاقتين الطاقة الأولى ستشغل الكهرباء داخل السيارة و ستوصل الكهرباء إلى أو طرنبة البنزين أو حتى يوصل البنزين للمحرك تمام؟ الطاقة الثانية ستغلق دائرة كهربائية اللي هي بين سويتش إيدك الباتري الستارتر أو السيلف تمام؟ بعد إغلاق هذه الدائرة السيلف سيتحرك ما سيقوم بإغلاق؟ سيقوم بإغلاق أو الفلاوين سيقوم بإغلاق نصفرة دائرة كهربائية هذا الفلاوين مربوط بإغلاق الكرانكشفت مربوط بإغلاق البساتم أو البستن أظن كل هذه الدائرة سيكون داخل غرفة الإحتراق من الجهة السفلية من الجهة الأعلى ما سيكون لدينا؟ سيكون لدينا فالفات اثنين أو الفات واحد للإنتيك الدخول للهواء تمام؟ الدكشين أو البارد الثاني اللي هو للخروج الإكزوز تمام؟ أو الإكزوست ليس الإكزوز تمام؟ ما أدنا بعد من فوق؟ أدنا البلك طبعا البلك كان يسوي عليه هاي فيديوات تقدر تروح تدور بالقناة ما خليكم إياها روح أن تدور بالنسبة للبلك أكو طريقتين الطريقة القديمة اللي هي يكون مربوطوية الكرانكشفت توصل لحركة مثل ما توصل للكامشفت عن طريق القايش تمام؟ والحديثة صارت توصل عن طريق حساس الكرانك وحساس الكامشفت تمام؟ هاي طريقتين هس نجي على الأشواط الأربعة الأشواط الأربعة اللي هو شنو الشوط اللي هو حركة البستم من فوق إلى جوة أو من جوة إلى فوق تمام؟ كل حركة تسمى شوط هس إحنا الأشواط الأربعة هي دخول ضغط انفجار تمام؟ ورجوع للأسفل وبعدها الطرد أوكي؟ هاي الأشواط الأربعة هس إذا نجيها على كيف؟ إحنا شقلنا بالبداية؟ قلنا قلنا إنه السلف راح يفرر الكرانك نصفرة هاي ليش نصفرة؟ لأن إحنا إذا ردنا البستم يصعد وينزل ويصعد وينزل هاي شنحتاج إحنا؟ إحنا نحتاج دورتين من الكرانك تمام؟ فهذا المحرك يصبح عندك أكثر من سلندر فأك واحد واصل مرحلة الانفجار أك واحد بمرحلة الطرد أك واحد بمرحلة السحب هذان كل يد هنا بنفس الوقت فمن راح تفر الكرانك نصفرة راح ينفجر عندك واحد من هذان اللي هو متحضرات للانفجار تمام؟ بحيث بعد انفجار الأول هذا راح تصير الحركة متتالية من ينفجر هذا؟ راح ينفجر واحد وراه ورح ينفجر واحد وراه وهكذا يعني راح يصيرا بالترتيب اللي هو حسب ما أعتقد واحد ثلاثة أربعة ثنين راح أخليلكم ياهنا شون ترتيب ما لالانفجارات تمام؟ هس خل نجي على تفاصيل أكثر هي بالنسبة للأشواط الأربعة الشواط الأول اللي هو السحب أو دخول الخليط الهوى والبنزين هذا شون راح يدخل؟ أكو فالف راح ينفتح شون راح ينفتح هذا الفالف؟ الكامب شيفت راح تدفعه تدفع عليها أساس على أساس التايمينج بيلت أو التايمينج كيس أو القايش أو الزنجيل اللي هو مربوط بين الكرنك والكامب شيفت تمام؟ أنا هس الفيديو اللي راح أخلي يمي انتبه على حركة الكامب شيفت اللي هذين يصيرات شون شكلهن تقريبا البيضوي أوكي؟ فهذا مرح يفتح الفالف؟ البستم راح ينزل لي جوه فراح يسبب انخفاض بالضغط داخل المحرك ولا هو الهواء شون راح يفوت من الجو الخارجي لداخل المحرك؟ أي سائل أو أي شي ينتقل من الضغط العالي إلى الضغط الواطئ تمام؟ فهاي عملية السحب أو السكشن السكشن اللي هي المص أوكي؟ شون من تسحب السرنجة؟ هاي راح تولد منطقة الضغط منخفض فالهواء من خارج السيارة راح يمر ويفوت لهذه المنطقة لأن الضغط مالتها واطئ راضح؟ هسا الهواء فات ويابانزين هذا الشوط الأول الشوط الثاني هو شوط الضغط راح يرجع البستم يصعد بحيث المادة اللي دخلت راح تنضغط عشر مرات تمام؟ بحيث إذا هي مقدار عشر أصابع راح يصير مقدار أصبع واحد هذا الشوط الثاني هذا الشوط الثاني طبعاً بهذا الشوط الفالبات اثنين مزدودة واضح؟ هنانش عدنا من يوصل الأعلى مكان البستم وصار الضغط عالي راح تجينا الشرارة من البلاك بعد الانفجار شو راح يصير؟ من راح يصير انفجار؟ راح يصير توسع اللي هو الإكسبانشن هذا الانفجار هو اللي راح يحرك المحرك هو اللي يدفع الكرنكشفت بحيث يخليه يستمر بالحركة تمام؟ أي انفجار يصير إلى عصف ودفع هذا نفس الشيه فراح يدفع البستم للأسفل نتيجة الربط المباشر فراح تتحول الحركة الخطية إلى حركة دورانية اللي هي الكرنكشفت تمام؟ هاي شنو هاي؟ هاي بعدها الفالبات اثنينات المزدودة الشوط الأخير اللي هو شوط الطرد أو الإكزوست هذا ايش راح يصير؟ راح يرجع نتيجة انفجار واحد من السلندرات الثانية راح يرجع يرتفع البستم هذا والفالب مال الإكزوز راح ينفتح فراح يطرد كل شيء وهكذا تنعاد العملية طبعا هاي المحركات ممكن توصل إلى خمستالاف دورة بالدقيقة يعني انت عندك ويا كل دورتين للكرنك كل دورتين للمحرك راح يصور عندك سايكل كاملة لهذين الأشواط الأربعة هاضح؟ هس راح أحط لكم فيديو هنا حركة المحرك وهي عند الخمستالاف ار بي ام خلال ثانية وحدة وشون سرعتها؟ طبعا هاي خلصنا الأربع عشواط بس احنا شعدنا هي مو بس انو الحركة تبقى مستمر نتيجة انفجارات المتتالية عندك انت وياها عندك الفلاي ويل هذا يخزن الطاقة بحيث عندك محركات عندك مكان بيمس فاير بحيث واحد من السلندرات لابد ما يشتغل بس انت المحرك يبقى مشتغل يصير بي اهتزاز كلش عالي بس يبقى مشتغل ليش؟ لان انت مني يصير انفجار بمكان هاي الطاقة راح تنخزن عن طريق الفلاي ويل لذلك راح يبقى مستمر حتى لو مثلا عندك واحد من السلندرات انو بيمس فاير هذا كان كل اللي عندي بالنسبة لي اليوم والفيديو الجاي اللي هو بنفس هذا الموضوع راح نحتي على الجير الجير العادي او المانول والاوتوماتيك والدفرينشل وبعدها العجلات التايرات وفي مالا